حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقماً قياسياً جديداً خلال ثلاثة أيام من فتح أبوابه للجمهور في دورته الخامسة والخمسين حيث تجاوز عدد الزوار المليون زائر أقلت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني إن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني وأشهدت وزيرة الثقافة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات